الرئيس النمساوي فندبين لما كان في خطابه يمكن كان الخطاب يعني بيقول ان في مرحلة صعبة بيقول في تحديات عندنا تحديات وان كان هل هو بيبرر لنفسه القرار اللي اخذه ان هو اعطى تكليف تشكيل الحكومة للفائز الثاني على عكس ما جرت عليه العرف السياسي في النمسا في السنوات السابقة ولا ده احنا فعلا دخلين على مرحلة صعبة لا بصراحة هذا كلام صحيح انه نحن مقبلين على مرحلة صعبة طبعا الرئيس قال انه يجب تخلي عن الحلول القديمة واستكشاف الجديد مهضحا انه لا يمكن حل المشاكل الحالية باستخدام الاساليب السابقة وقال انه يعني في تذكير الحكومة المقبلة بضرورة اتباع اساليب جديدة في التعامل اسلوبا ونتائج كما هي الجمهور لتقبل اصلاحات صعبة مشيرا انه لا توجد طريقة غير مؤلمة لحل المشاكل اذا معترفا بوجود مشاكل هاي بداية وانه حل المشاكل يحتاج الى طريقة مؤلمة واصفا هذه العبارة بانها حقيقة بسيطة لكنها مزعجة طب من انتقنا بصناعة هذه المشاكل يا سيد الكريم اليست السياسة الاوروبية اليست السياسة النمساوية اليست حكومة حزب الشعب والخضر ولا من صنعوا المشاكل ليس انا ولا انت ولا المواطن موجود بالشارع اذا يوجد مشاكل تمت صناعتها والان والان الشعب مضطر لان يقوم بالتعامل معها هنا المشكلة سيد الكريم هنا المشكلة التي نتحدث عنها والتي هي فعليا امر واقع فبالتالي الرئيس النمساوي باعتبار ان المباحثات الحكومية المقبلة ستبدأ الاسبوع المقبل اعتبارا من يوم الثلاثة ما بين ادريس بابلر وكارل نيهامر ستبحث كيف ستتعامل مع هذه المشاكل بشكل حقيقي مشكلة الهجرة التي يناديون بها ليل نهار المشكلة الاقتصادية يعني هذه اهم المشاكل او فعليا هي المشكلة الحقيقية فعليا مشكلة المشكلة الاقتصادية وتبعات الفيضان الذي كلف النمسا اعتقد سيكلف النمسا عدد من المليارات عدد من المليارات يا سيد الكريم هذه كيف تتحصى كيف تتعوض كيف سيبنى الذي يدمر يحتاج الى ايدي عاملة يحتاج الى اقتصاد يحتاج الى مواد اولية يحتاج الى الكثير تعويضات طبعا تعويضات وشيء يعني بصراحة لا احد يستطيع التكهن بهذه التفاصيل فهذا هو ما هو مقبل عليه الحكومة الحكومة النمساوية اضف على ذلك ان رئيس النمساوي تم التوقيع قبل ايام يعني على عريضة ستين الف شخص او اكثر يطالبون باستقالة الرئيس النمساوي اربع وستين الف توقيع تطالب الرئيس النمساوي بالاستقالة نعم في نفس التفاصيل هذا في نفس التفاصيل هذا فبالتالي يعني طبعا هذا الاستياء اللي عم نشوفه اليوم موجود امامنا كمان انه عم بيقلك ان الرئيس النمساوي اللي عم بيطال عم يطلب مننا نتعامل مع مشاكل جديدة وحلول غير معهودة طبعا هذا الكلام كله 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 يحتاج الى حكومة حقيقية واثقة من نفسها بعيدة عن مشاكل يعني مشاكل الحكومة السابقة كما قلنا طبعا اليوم يعني الحكومة المقبلة والذي يعمل عليها ستبدأ المباحثات والكل مجمع ومؤكد انها لن تنفع او لن تصلح الا بوجود بوجود خيار ثالث الا وهو حزب النيوز باعتبار ان الخضر تقريبا شبه مستبعد ويوجد يعني كما يقال يعني جزء من الامور التي تقول ان حزب الخضر ايضا لن يعني بيرنا كوكلر لن يبقى على رئيس حزبه نعم يكون هناك مفاوضات بينه نعم يعني ولكن الحزب الاشتراقي قال انا منفتع على الجميع بما فيهم حزب الخضر طبعا النيوز والخضر ليس منفتع على التحالف كده بس هيكون برضو تضافق بالاتنين برضو على غرار ذكرك المحادثات احنا قلنا استمرار المحادثات بينهما وبابلاء للتحالف الحكومة في النمسا مطلع الاسبوع المقبل وحنشوف طبعا الايام صحيح هتجيب لنا ايه